شكراً وقامه كثيرون بشهوة تسلم مقاليد الحكم لتحكس قصته مفهوم الصراع مع الماضي المتلبد وانهيار الاتحاد السوفيتي وما جسد ذلك من تحدي للبيروقراطية القاتلة حيث كانت فترة حكمه من أكثر الفترات المظلمة في التاريخ الروسي فلم تشهد مثلها حتى في أثناء الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية أو حتى قبل الثورة البولشوفية في العاشر من تموز عام 1991 أصبح بوريس يلسن رئيساً لروسيا بأغلبية 57% من الأصوات ليصبح أول رئيس منتخب شعبياً في التاريخ الروسي لكنه خسر تأييد الشعبي بعض الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي أقرها عام 1992 التي كانت نقطة الانطلاق لسلسلة من الأزمات الحادة في روسيا بدأت بالتضخم النقدي الهائل وضياع ودائع المواطنين في المصاريف في جميع أنحاء روسيا مروراً بعملية الخسخصة المنفلتة وطرد العمال الجماعي ونهب ثروات الدولة انتهاءاً بقصف القصر البرلماني بالعاصمة الروسية وعلى الرغم من ذلك استطاع يلسن الفوز مرة أخرى في انتخابات عام 1996 بعد ذلك انكمشت البلاد على نفسها وبدت أعمال يلسن تزداد غرابة يوماً بعد يوم وأبدى الكثيرون سخطهم واستياءهم من تصرفات الرئيس المخجلة التي كان يظهر بين الحين والآخر ثملاً على مرأة الجميع بما في ذلك خلال مقابلاته الرسمية مع القادة الغربيين وأصبح الكل يتساءل عن ماذا جرى للرئيس وكيف تحول هذا السياسي القوي الواعد في فترة قصيرة إلى سكير يرقص على مزمار الغرب انسحب يلسن من على رأس هرم السلطة في روسيا بعد أن تدهورت حالته الصحية ومعها حال الاقتصاد في البلاد ليفتح بذلك صفحة جديدة لسلطة جديدة باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح رمزاً للوحشية في العالم